أعزائي الطلاب نرحب بكم بدرس جديد بعنوان الجملة الإسمية والجملة الفعلية كفايتنا لهذا اليوم هي أن يوظف الطالب القواعد النحوية التي درسها مثل الجملة الإسمية والجملة الفعلية أهداف درسنا أن يتعرف الطالب أركان الجملة الفعلية وأن يتعرف الطالب أركان الجملة الإسمية وأن يحول الطالب الجملة الإسمية إلى جملة فعلية والعكس مغيرا ما يلزم وأن يكون الطالب جملا فعلية وجملا إسمية من تعبيره الكلمة تنقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف والجملة الإسمية هي الجملة التي تبدأ بأسم مثل الشمس مشرقة فالشمس إسم وركنال جملة الإسمية هم المبتدأ والخبر الجو معتدل الجو مبتدأ ومعتدل خبر نستنتج أن الجملة الإسمية تبدأ بأسم يسمى المبتدأ وركنها كما سبق أن قلنا مبتدأ وخبر وهما دائما مرفوعان لنحدد المبتدأ في هذه الجمل الصف واسع فسيكون المبتدأ الصف حيث يأتي المبتدأ في بداية الكلام الشارع مزدحم الشارع هو المبتدأ الدرس سهل الدرس والمبتدأ والآن لنحدد الخبر في الجمل التالية السيارة مسرعة مسرعة هي خبر للسيارة اللاعب ماهر ماهر هي الخبر الحديقة جميلة جميلة هي الخبر لنضع مكان النقط كلمة مناسبة لتكون خبرا مناسب الجيش منظمة منظما منظم ستكون الإجابة منظم الراية الراية مرفوع مرفوعة مرفوعة الراية مرفوعة مرفوعة أصوات المدافع قوية قويا قوية ستكون الإجابة قوية الجملة الفعلية الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل مثل جملة شرح المعلم الدرس شرح فعل والجملة الفعلية تنقسم إلى قسمان فعل وفاعل يؤدي المسلم الصلوات الخمس يؤدي فعل المسلم فاعل إذن فالجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل وركناها الفعل والفاعل لنحدد الفعل في الجملة التالية يساعد الغني الفقير لنتذكر أن الفعل يأتي في بداية الكلام وهو عمل يساعد الغني الفقير ستكون الإجابة يساعد أحافظ على نظافة صفي ومدرستي ستكون الإجابة أحافظ يعمل المواطنون لخدمة وطنهم الفعل هو يعمل والآن لنحدد الفاعل الفاعل هو القائم بالعمل من قام بالفعل جمع المزارعون القمح من الذي قام بالفعل؟ هم المزارعون من الذي جمع؟ المزارعون تغرد الطيور الفاعل هم الطيور هم الذين يغردون يحمي الجندي وطنه من الذي يحمي الوطن؟ الجندي لنختار الفاعل المناسب ونضعه في الفراغ تسلم فراغ الفائز الكأس هل هو الفريق الفريق أم الفريق الإجابة هي الفريق لأن الفاعل دائما مرفوع كتب فراغ غصيدة الشاعر الشاعر الشاعري كما قلنا مرفوع الشاعر يركب فراغ القطار المسافر المسافرة أم المسافر وستكون الإجابة المسافر والآن لنضع خطا تحت الفعل ودائرة حول الفاعل في الجمل الآتية تحلق الطائرة في الجو الفعل هو تحلق الطائرة هي الفاعل أخذ محمد الجائزة أخذ الفعل محمد الفاعل انتصر الجيش على الأعداء انتصر الفعل الجيش الفاعل والآن لنحدد الجملة الإسمية فيما يلي لنتذكر أن الجملة الإسمية تبدأ بإسم يسأل الطالب المعلم يعالج الطبيب المرضى الطبيب يعالج المرضى أي من الجمل الآتية تبدأ بإسم لتكون هي الجملة الإسمية ستكون الطبيب يعالج المرضى والآن لنحدد أي من التالي جملاً فعلي جملة فعلية الجندي مدافع عن الوطن يدافع الجندي عن الوطن الجنود يدافعون عن الوطن يدافع الجندي عن الوطن هي جملة فعلية لكونها تبدأ بفعل والآن لنحدد أنواع هذه الجمل المدرسة تفتح أبوابها للطلاب المدرسة تبدأ الجملة بكلمة المدرسة المدرسة إسم إذن الجملة إسمية يذاكر الطالب دروسة يذاكر فعل إذن الجملة فعلية قرأت الطالبة القصة باستمتاع قرأت قرأت فعل فالجملة فعلية الأم ترعى أبنائها الأم اسم فالجملة ستكون إسمية والآن لنحول الجملة التالية من الإسمية إلى الجملة الفعلية المذنب سينال جزاء الإجابة سينال المذنب جزاء حيث تم تقديم الفعل على الفاعل سينال فعل سينال المذنب جزاء الله يحب المحسنين يحب هو الفعل وسيكون في أول الجملة يحب الله المحسنين والآن لنحول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية يحترم الطالب المعلم ستصبح الطالب يحترم المعلم يدافع الجندي عن الوطن الجندي يدافع عن الوطن ونحول ولدينا نص نستخرج منه بعض الكلمات ونحدد ما نوعها فعل فاعل عاد الجد إلى مجلسه ليلة أخرى واستأنف الجد حكايته قائلا يزداد الفرد قوة بالتعاون مع إخوانه ويتحد الإنسان مع غيره في تحقيق الأمن والاستقرار لوطنه لنحدد الآن أنواع هذه الكلمات يزداد يزداد فعل أم فاعل يزداد فعل الجد واستأنف الجد حكايته من الذي استأنف الحكاية الجد فالجد فاعل عاد الجد عاد فعل الإنسان فاعل يتحد فعل نشكر لكم متابعتكم لنا ونلقاكم إن شاء الله في درس جديد ترجمة نانسي قنقر